اشتركوا في القناة عندي موضوع بسيط يعني اعرضه على حضراتكم وهو انه في سنة 2004 انا كتبت كتابا بعنوان المؤامرة كتاب عن قضية فلسطين عنوانه المؤامرة وتحت عنوان المؤامرة كتبت وقفات مع التآمر الصهيوني والدولي على شعب فلسطين والكتاب عندما صدر يعني اثار ضجة كبيرة عند اليهود انا كتبته اساسا ردا على الدعاء زعماء الكيان الصهيوني الغاصب الارض فلسطين الذي رددوه كثيرا ان الكبار يموتون والصغار ينسون فحاولت ان اسجل وقائع هذه الكارثة يعني بقدر ما استطعت تسجيل تاريخي حتى لا ينسى الناس هذه المأساة ويستعدوا للتغلب عليها ان شاء الله ثارت ثائرة الحرق الصهيوني العالمية وتصلوا بالناشر وهددوه قالوا له كيف تنشرون كتاب كهذا والكتاب قائم على اساس من بروتوكالات حكماء صهيون وهناك حكم دولي ببطلان هذه البروتوكالات وانها مزورة ثم ترجمنا الكتاب الى ثلاث لغات انجليزي وفرنسي والماني يعني هذا الكتاب العربي يعني المؤامرة وقفات مع التآمر الصهيوني والدولي على شعب فلسطين الكتاب طبع ثمان مرات في مصر وبعدين اوقفوا طبعته الان فاحنا بنحاول نعيد طبعته في عمان ان شاء الله تعالى ترجمناها اللغة الانجليزية والطبع الانجليزية نفدت وترجمناها اللغة الفرنسية وطالف شكل جيد جدا ومفيد ومؤثر واللغة الالمانية طبعا الانجليزية ترجمها الانجليزية نفدت انك عندنا طبعات الفرنسية والالمانية يعني تضايق لقهود جدا من هذا الكتاب لدرجة كان عندنا دعوة للسويد من أربع شهور مضت شهر يناير الماضي وسعيدنا جدا بزيارتنا للسويد لأن رأينا صورة من التسامح الإنساني الراقي والحكومة السودية الحقيقة تعامل كافة القائمين على أرض السويد سواء مقيمين أو وطنيين بما سواه الحقيقة يدعو إليها الإسلام وعدنا من السويد ونحن في غاية الصرور لما رأيناه ويعني تكلمت كثيرا عن هذه الخوة الإنسانية التي تطبق على أرض السويد بشكل راقي للغاية ولكني فوجئت بعد فترة أن عدد كبير من المجلات السويدية بدأت تعتب على زيارتي أو تعتب على رابطة المسلمين في السويد زيارتي للسويد ودعوتهم لي إلى السويد بدعوة أني ضد السامية وضد الكيان الصهيوني الغاصب للأرض فلسطين وضد المثليين عشرات المقالات صربت يعني فسألت عن عدد اليهود في السويد قالوا لا يزيد عن ألفين شخص ولكن يبدو أنهم مهيمنون على وسائل الإعلام كطبيعة اليهود في كل مكان وبعد ذلك كان لنا دعوة للمغرب كما أشرت في لقاء سابق وأنا زرت المغرب بعشرات المرات وكنت دائما أقابل في المغرب بترحاب فائق وكان لدينا مؤتمر عن المصطلح القرآني وهو مؤتمر رائع للغاية يتكلم على أن القرآن من صفاته الإيجاز مع الكمال المطلق وأن هذا يتحقق بأن الكلمة في القرآن مصطلح كامل تحمل معاني كثيرة فحقق للقرآن هذا الإيجاز مع الكمال المطلق ويعني سر المؤتمرون بالكلمة التي ألقيتها في المؤتمر ضريف رئيس المؤتمر جاءني بعد المحاضرة وقال لقد أظهرتنا كما تعودنا منك دائما في كل محاضراتك وأحديثك إلينا والمنظمون للمؤتمر عدوا لي ثلاث محاضرات خارج المؤتمر كان أحدها في كلية الشريعة وقدمني عميد الكلية وكان الحضور يعني فوق التصور يعني يقول أن أكثر من ألف طالب وطالبة احتلوا أماكنهم في المدرج قبل موعد المحاضرة بساعة ثين والمحاضرة الثانية كانت في كلية العلوم بمدينة فاس والمحاضرة الثالثة كانت في مدينة مكناس في قاعة المؤتمرات في مدينة مكناس والمحاضرات الثلاثة كانت الحضور فيهما مشهودا بعداد ضخمة للغاية وقدرت ذلك للشعب المغربي الذي يعتقد أنه من الشعوب المهتمة بالإسلام والمهتمة بالدعوة الإسلامية بشكل واضح ومن الشعوب التي تتميز بعدد كبير من العلماء الأصوليين الذين يتقنون اللغة العربية ويتقنون الدرسات الإسلامية ولكن في محاضرة كلية العلوم فوجئت بعدد من اليسار المغربي شباب ضايع لا يعرف له دينا ولا خلقا ولا علما أثاروا بعض الأسئلة البعيدة كل البعد عن المحاضرة المحاضرة كانت عن السموات السبع والأرضون السبع في القرآن الكريم ولي فيها رأي لم يسبقني إليه أحد وبالرغم ذلك بدأوا يسألوا عن التداوي بالبن الإبل وأبوالها والحديث صحيح وهزئوا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن توسط مكة لليابسة وهم لا يعرفون يعني توسط مكة لليابسة مدلولوا إيه سألوا عن حجاب المرأة وعلاقته بالأشعة الكونية سألوا يعني أسئلة لم تكن لها علاقة أبدا مباشرة أو غير مباشرة بموضوع المحاضرة وواضح أن الهدف كان الشوشرة على المخاضرة والشوشرة على الحضور الجيد ثم فوجئت بأن الإعلام المغربي أيضا فيه توجه عذائي للإسلام حفظة قليلة جدا من الإساريين فخرجوا بإعلانات طلبت كليات العلوب يخاصرون الدكتور زغلول النجار بأسئلة محرجة وأنا بالله يعني ثلاث محاضرات موجودة على النات وأتمنى أن تدخلوا وتتفرجوا على المحاضرات وعلى أكمل الحضور وتفاعلوا مع المحاضرة وهنا تسألت هل اليسار المغربي له علاقة بالحركة الصهونية العالمية وهل هي التي تنفق على مثل حركات الإلحاد والخروج عن الإسلام ولا بد للمسؤولين في الدول العربية أن يدركوا ذلك ومن الثابت تاريخا أن الحركة الشيوعية في مصر أسستها الحركة الصهونية العالمية وأعتقد أن كل حركات العداء للإسلام أسستها الحركة الصهونية العالمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويعني ليس بمستغرب أبدا ما وجهت به في المغرب في زيارتي الأخيرة ولا أستبعد أن يكون له علاقة بما كتب في السويد أو ما كتب في إيطاليا يعني في وجهت أيضا في إيطاليا سألوني عن هذا الكتاب المؤامرة ولذلك بدي أن يعي المسلمون أن كل دعوة انحرافية كل دعوة معادية للإسلام كل دعوة يعني فيها شيء ما الكفر أو الإلحاد أو التهجم على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على القرآن الكريم هي دعاوة يؤسسها عداء هذا الدين والقرآن يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا فبريد أن ينتبه المسلمون إلى مثل هذه الحركات المعادية التي ستحاول أن تشوش على الإسلام وأن تشوش على أي دعوة إسلامية وأي نهضة إسلامية وأي وحدة إسلامية ويعني أبشركم أن هناك مؤتمر إن شاء الله سيعقد السبت القادم السبت والأحد القادمين في مدى التطوان في المغرب مؤتمر دولي عن الإجازة العلمية في القرآن الكريم وأتحدى هؤلاء الصغار الذين حاولوا الشوشرة على محاضرة كلية العلوم في فاس أن يظهر أحد منهم في هذا المطمر وأن يناقش العلماء الذين جاءوا ليوضحوا للعالم كله ليس فقط للمسلمين يعني أوجه الإجاز في كتاب الله والتي لا نهاية لها تحقيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه القرآن الكريم بأن هذا القرآن لا تنتهي عجائبه ولا يخلقه على كثرة الرغم